ضغوط اوكرانية يبدو انها اتت اكلها حيث وفقت الولايات المتحدة على ارسال طائرات مقاتلة من طراز F-16 الى كييف من الدنمارك وهولندا للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية العسكرية الروسية مسؤولون امريكيون قالوا ان واشنطن اعطت كوبنهاجن وامستردام تأكيدات رسمية بان الولايات المتحدة ستسرع في الموافقة على طلبات نقل طائرات F-16 الى اوكرانيا بمجرد اكتمال تدريب الطيارين ويبدأ تحالف يضم 11 دولة تدريب الطيارين الاوكرانيين على قيادة طائرات F-16 المقاتلة هذا الشهر في الدنمارك وقال وزير الدفاع الدنماركي بالوكالة رولز بولسن في يوليو ان بلاده تأمل رؤية نتائج من التدريبات في اوائل عام 2024 واصبح الطائرات F-16 احدث سلاح متطور تقول كييف وبعض مؤيديها انها بحاجة الى استخدامه لابعاد روسيا سواء في الصراع الحالي او لسنوات مقبلة وتقود الدنمارك وهولندا العضوان في الناتو جهودا دولية لتدريب الطيارين وموظف الدعم وصيانة الطائرات وتمكن اوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على طائرات F-16 لاستخدامها في التصدي للعملية الروسية وغدات تأكيدات اوكرانية بشأن عدم قدرتها على تشغيل مقاتلات امريكية في الخريف والشتاء المقبلين بعث وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن رسائل الى ناظيريه الدنماركي والهولندي يؤكد لهما ان الطلبات ستتم الموافقة عليها وانها ستسمح لاوكرانيا بالاستفادة الكاملة من قدرات الطائرات الجديدة بمجرد ان تكمل المجموعة الاولى من الطيارين تدريبها ويعتقد عديد من المسؤولين في جميع انحاء اوروبا والولايات المتحدة ان مقاتلات F-16 يمكن ان تردع القوات الجوية الروسية المتفوقة بشكل كبير عن مهاجمة اوكرانيا في المستقبل وعلى الرغم من ان كييف تعول على المقاتلات الامريكية لتغيير مسار الصراع اعلن مسؤولون امريكيون سرا ان طائرات F-16 لن تساعد اوكرانيا كثيرا في هجومها المضاد الحالي ولن تغير قواعد اللعبة عندما تصل في نهاية المطاف نظرا لانظمة الدفاع الجوي الروسية والسماء المتنازع عليها فوق اوكرانيا